اهلا بكم يا اصدقائي في سبوت اون المشاهير كما توقعت وكما اخبرتكم في الفيديوهات السابقة يا اصدقائي فالموسم الثالث من الطائر الرفراف سيبدأ بقفزة زمنية يعني لم يبدأ من حيث انتهى وستكون هناك تغييرات كبيرة والان لأقول لكم الخبر الذي كتبته الصحفية بيرسين قائلة ستكون هناك تطورات مفاجئة فيما يتعلق بقصة مسلسل يالي تشابكين الذي سيتم عرضه خلال الايام المقبلة سيناريو مسلسل يالي تشابكين سيعود للكاتبة الجديدة زينب بونجا ومن المقرر ان يبدأ تصوير المسلسل في الاسبوع المقبل ستكون هناك قفزة زمنية في المسلسل الذي تخرجه بورجو البتكين وعلم ان المسلسل سيبدأ بفترة زمنية تمتد لعدة سنوات وبحسب المعلومات المسربة من الكواليس ستكون هناك ازمة انفصال كبيرة في حياة سايران وفريد تماما كما في الحياة الحقيقية بين مارت رمضان ديمير وافرا سراج اغلو وسينضم الى المسلسل شخصية سنان التي ستخل بالتوازن وتحدث ضجة كبيرة ولغاية الان غير معروف من هو الممثل الذي سينضم الى المسلسل يعني ان الكاتبة استوحد احداث الموسم الثالث من الحياة الحقيقية لمارت وافرا وهو انفصالهم وكذلك انفصال سايران وفريد ما رأيكم بهذه الاحداث شاركوني اراءكم في التعليقات الى اللقاء بفيديو جديد